المارونية هي طائفة مسيحية صغيرة فيتحتل المرتبة الثامنة بين الطوائف المسيحية من حيث عدد الأتباع وينتمي إليها 20% من الشعب اللبناني أما بخصوص الديانة المسيحية ككل فأكبر نسبة مسيحيين في دولة نجدها في دولة رومانيا بنسبة 98% من الشعب طبعا باستثناء دورة الفاتيكان في دولة رومانيا نجد البناء الأفقل في العالم مبنى البرلمان في العاصمة بوخرست حيث احتاج هذا البناء إلى كميات هائلة من المواد الخام أكثر من أي بناء آخر في العالم فكرة هذا المبنى جاءت للديكتاتور الشيوع الروماني نيكولاي تشوتيسكو بعد الزلزال المدمر الذي حصل في رومانيا في العام 77 الذي استغل هذه الفرصة لهدم وإزالة بقايا الأبنية المدمرة من الزلزال ليقيم مكانها هذا الصرح العظيم كوة هذا الزلزال كانت 7.2 رختر بينما أقوى زلزال حدث في العام 2018 وبقوة 8.2 رختر كان في دولة فيجي منذ ثلاثة أسابيع دولة فيجي تتكون من مجموعة كبيرة من الجزر في إحدى هذه الجزر وهي الجزيرة التافيوني يمر خط التاريخ الدولي منها وهذا يعني أنك إذا وقفت في هذا الجزء من الجزيرة فستكون واقفا في اليوم الحالي لكن إذا وقفت هنا ستكون واقفا في البارحة الدولة الأخيرة التي يمر خط التاريخ الدولي منها هي دولة تونغا سكان هذه الدولة متدينون جدا فهم يعتبرون يوم الأحد يوما مقدسا جدا حيث لا يمكنك فعل أي شيء سوى الصلاة بناء على قانون الدولة لذلك إذا قام أي شخص آخر حتى لو كان سائحا بأي عمل آخر مثل السباحة في البحر على سبيل المثال فسوف يحكم عليه بالسجن يستثنى من هذه القائمة الأطباء والشرطة والخبازون فقط هناك قوانين دينية أشد صعوبة من هذا القانون فعلى سبيل المثال شهود يهوى الذين يتواجدون في جميع دول العالم يحرم لديهم نقل الدم بين شخصا وآخر لذلك إذا تعرض أحدهم إلى حارث ما واحتاج لنقل الدم إليه فهم يفضلون الموت على أن يتم نقل الدم إليهم أكبر نسبة لتواجد هذه الطائفة نجدها في دولة بربادوس أحد الحيوانات التي تتواجد بكثرة في هذه الدولة وهو يعد الحيوان الرمزية لها هو السمك الطائر الذي ستراه على أي شاطئ فيها وهو يعد من أشهر الأكلات في هذه الدولة هذا الطبق الشعبي لا يبدو غريبا أو مقززا لكن إذا ذهبنا إلى دولة كمبوديا سنجد أن أحد الأطباق الشهيرة فيها هو طبق العنكبوت الذئبي وسترى هذه العناكبة تباع من قبل الباعة المتجولين في أرجاء الدولة جارة هذه الدولة دولة لاوس تزيد الطين بيلا فمن الأطباق الشهيرة فيها هو حساء بيض النمل الأبيض الذي يعد مصدرا غنيا للبروتينات دعونا نتكلم